السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم من جديد في الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات والتي نخصصها اليوم لتسليط الضوء على برنامج التعقيم الوطني للمرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام والمترو سيتم تنفيذ هذا البرنامج بإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية ستكون مدة هذا البرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداء من اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء وسيستمر حتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد 29 مارس سيقوم سعادة عبدالعزيز عبدالله الأحمد من وزارة الداخلية بإعطاء شرح تفصيلي للبرنامج ومراحله ومواعده إن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كوفيد 19 ندرك أن البرنامج سيتم تنفيذه خلال فترة نهاية الأسبوع وهي الفترة التي يتم تخصيصها عادة للمناسبات الاجتماعية وزيارة الأهل والأصدقاء ولكن في مثل هذه الظروف الاستثنائية يجب علينا الحرص على تجنب هذه التجمعات والتواصل مع الأهل والأصدقاء هاتفيا التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة يجب أن نحرص عليه ويجب أن يكون مبدأ أساسي للحفاظ على سلامتكم وصحتكم ويشمل التباعد الاجتماعي تجنب التجمع في المزارع والمجالس والرحلات البرية خلال عطلة نهاية الأسبوع وأكد هذا ضروري جدا للحفاظ على صحتكم وسلامتكم والحد من انتشار الفيروس وشكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجمهور الكريم نؤكد في البداية على أهمية برنامج التعقيم الوطني وكما ذكرت الدكتورة فريد الحسني أن صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى وجميع الإجراءات الوقائية التي نتخذها خلال هذه الفترة مهمة والإنجاح برنامج التعقيم الوطني وتنفيذه بسلاسة مع كافة الجهات المعنية المطلوب تضافر الجهود جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين سيتم تنفيذ البرنامج بشكل يومي من الساعة الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع وكما تعلمون سيتم خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو والترام ويستثنى من ذلك وسائل النقل الخاص مثل سيارات العجرة وشركات النقل والتوصيل الخاصة المطلوب من الجميع مواطنين ومقيمين وزوار البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية ونود التأكيد بأن منافذ بيع المواد الغذائية مثل الجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت بالإضافة إلى الصيدليات ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة ويستثنى العاملون من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي المصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والبشاريع الإنشائية وسيتم ذلك من خلال التحقيق من بطاقات العمل أو الهوية علما بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات العلية في الدولة ومنها الغرامة والسجن للمخالفين وفقا للتشريعات العقابية الصادرة نشكر الجمهور مشاركتهم معنا مسؤولية نجاح الجهود على مختلف الأصعدة ونهيب بهم بضرورة التعاون مع الجهات المعنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته